على ما تفعلني هذا بشكل عام يعني عن هذه الغسالة تمام، هلأ نحب أن نحضر الفيديو أول شيء ولا نبدأ بالميزة؟ يالله، نشوف الفيديو هناك فيديو يمكن أن نحضره مع بعض نحن نحن نقوم بالفعل هذا الفيديو الذي قبل قليلاً محباً بدايةً في هذه الفئة الجديدة من الغسالات تحت اسم هي سامسونج أكيد لكن من فئة البيس بوك كنت نتناقش قليلاً قليلاً ماذا يعني البيس بوك؟ البيسبوك هي الفئة اللافيستان من فئة الديجيطال أبليينسز بسامسونج في عندنا منها التلاجة وفي عندنا منها الغسالة ولأقدام شوية رح يصير في عندنا كمان فروتكستاني زي المايكروويف زي إلى آخره لأقدام شوية طبعاً فكرة أو مصطلح البيسبوك هو أنه أنت بتقدر تشكل مثلاً الغسالة أو قلينا ببدئياً نحكي عن التلاجة زي ما بدك كونها صارت موجودة بسوقنا الأردني نعم اللي هي مثلاً بأختار اللون اللي بديها من أربع ألوان متوفرة حالياً كم يونت بدي مثلاً بزيد وأعكس اللي بأبواب وإلى آخرين وفكرة البيسبوك الغسالة الجديدة حالياً أكتر سامسونج عملت دراسة على السوق الأردني أو بليفانت بشكل عام إيش أفضل الألوان اللي ممكن نبلش فيها اخترنا اللون الأسود بناء على رغبة الناس طبعاً هاي فكرة طبعاً للبيسبوك هلا كغسالة سامسونج طرحت بالسوق اللي بشكل عام اللي هو المشرق العربي اللي هي الـ 11 كيلو كوزن الـ front load الحملة الأماني هلا إحنا اللي موجود بسوق 7 و 8 و 9 كيلو وهلا صار متوفر الـ 11 كيلو مل أوكي طيب إذن هاي خاصية البيسبوك بتخليني أناقي أنا يعني ممكن كمان إش بي أعمل مثلاً باب الغسالة بلون والغسالة نفسها بلون ثاني هلا هي ككون ستتامل أنت مثلاً عملت قيم بالمطبخ بدك إيها لون مثلاً أخضر بممكن آه هذا لأدنام الحكي طبعاً حالياً إحنا بس اللون اللي جبنا اللي هو اللون الأسود مع تغييرات بالـ layout تبعها بشكلها الخارجي الشاشة اللي جديدة الباب تبعها بيجو مبدأ البلت إن بس تيجي تركيبها بمكان بتحسها أنها متناغمة بالمكان اللي هي راكبة فيه جميل حلو طب من المواصفات الفنية يزن إيش هي طبعاً كمواصفات بصراحة هم دائماً منحكي أنه سامسونج شركة دائماً بتحب تريح الـ end user بالنحية الذكاء الصناعي كيف دخلت الذكاء الصناعي على أغلب الـ product تبعتنا حالياً دخل فيها الـ AI وهذه الغسالة غسالة دكية إذا مننا يعني نعرف أكتر شو يعني غسالة دكية نعم هلأ هاي الغسالة مثلاً من الشغلات اللي كتير حلوة والمريحة اللي بدوا يستخدم مثلاً حضرتك مثلاً تيجي تتختار برنامج القطن فاخترتي أول مرة مثلاً درجة الحرارة بدل ستين حططيها أربعين بدل شطفتين حططي تلت شطفات نعم نحن بدلنا نشوف الصور بجوز كان هذا اللي أصدق عنه في البداية صحيح هلأ هون كيف كبرنا هاي الميزة الـ Space Max أنه كبرنا السعة الداخلية بدون ما نكبر الحجم الخارجي للغسال عشان ما يتحدث عندي ناس حجم الخوض الداخلي كبر بضضف حلو فصارت الكباسي التبعت وبيتسم أنه حجم الغسال ستاندر بيجي بالنسبة للمطابخ فما بالنسبة لديكور يعني المطبخ فبيجي نفس الغسالة ما غيرنا الصعيز الخارجي بينما طوروا الصعيز الداخلي للحوض بحيث أنها تكون كباسي تبعت وصل إلى 11 كيلو طبعا والسلايد اللي 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 مبين هلأ على الشاشة أنه الذكاء الصناعي اللي يميز هاي الغسالة أنه فيها خمس حساسات الحساس الأول بيجيس وزن الملابس اللي بدك تغسلها الحساس الثاني قديش بدنا مي لهاي الوجبة من الغسيل الحساس الثالث أنه بيشوف الفابرك شو نوعه هل هو خشن هل هو ناعم الحساس الرابع بعطينا اللي هو بيستشعر الأتربة أو الاتساخ الملابس هاي درجت الاتساخ بالضبط عشان يحدد يداش بدها وقت للغسيل حيالو والحساس الخامس وهو الأهم والمريح لكل اللي بيستخدم الغسالات أنه صار فيه جرار الأوتو ديسبنس اللي هو التوزيع التلقائي لمسحوق الغسيل والملطف بقدر أعبي كفيني لشهر كامل من الغسيل يعني هلأ الست ما بتختار البرنامج حسب الحساسات القراءات اللي بتقرأها فيه برنامج أصلاً مخصص اسمه الـ AI Wash أنا وياكي رندم تحمسين أنا متحمس على الغسالة أكتر منك أنا بسألك أنه ستي البيت ما بتختار البرنامج جزء لأنه بيغلب أنه بتختار التوقيت هلأ الغسالة اللي حالها بتختار البرنامج هلأ هاي الـ AI Wash بتختار حسب الملابس وشو الفابرك تبعها والآخره بداش بدها وقت وإذا السنسور قرأ إنها خلص نضفت ممكن ينهي الغسيل هلأ اللي ذكرنا قبل ما نبلش الاستعراض اللي قلوه على الشاشة فكرة إنها بتتذكر عادات المستخدم فبتصير بايدفولت بعد فترة تعطيك نفس الحالياً اللي يمبين قدامنا مثلاً اخترنا برنامج القطن تعطيك درجات الحرارة اللي انت عادةً بتفضل تستخدمهم عدد الشاطفات اللي بتفضل إنك تستخدمهم وهكذا بايدفولت لحالة بتصير تتعلم أنت كيف بتستخدم طبعاً بنحكي عن شاشة ذكية يعني زي مموري بصير فيها هي ذكاء صناعي بصير بتحفظ عاداتك أنت كيف بتستخدم بصير تعطيك أنت الخيارات والبرامج الأقرب لاستخدامك أنت عم تستخدم صوف أكتر أو هيك صح؟ أنت بتختار الصوف مثلاً لحالها بتعطيك درجات الحرارة اللي انت عادةً بتفضلهم والشاطفات اللي بتفضلهم تلقائياً بعد فترة من الاستخدام طبعاً بنحكي عن شاشة ذكية والشاشة الذكية هاي برضو طورنا فيها اللي هي أنه انت بتقدر تشوف مثلاً البرنامج هلأ في كتير ناس ما بيعرف قداش كل برنامج لازم يحط فيه وزن للملابس نعم فهاي الشاشة الذكية بتعطيك كل برنامج قداش الماكسويت تبعها تمام وقداش بدها غسيل بفرجيك البروسيس كاملة وفي حال وجود أي خطأ أثناء عملية الغسيل أو أي قرار طلع بالغسالة رح تعطيك إشعار على هاي الشاشة شو الخطأ وكيفية علاج هذا الخطأ بدون ما ترجع لا لكو طيب تعليمات ولا تصل على خدمة العملاء نعم فهذا الشي كان كثير مريح صح يعني مثلاً إذا أنا حطيت صوف وحطيت وزن زيادة هو بيقول لي أنه صوف ما 8 كيلو سنصر رح يعطيكي أنه فيه وزن زيادة حلو لأنه فيه مستشعر للوزن ذكرنا طبعاً نيجي إلى الإيكوبابل الإيكوبابل اللي بصراحة معروفة على مستوى ليفاند كاملة اللي هي براءة اختراع لسامسونج هي عبارة عن مضخة بتجهز لي الرغوة عشان تتغلغل بالملابس بشكل أفضل أربعين مرة أحسن وعلى درجة الحرارة الباردة وهذا جداً المعلومة هاي مهم ليش لأنها بتحافظ على ديمومة الملابس بشكل أطول وبتنظف بشكل أحسن كمان ففكرة دايماً الهيتنج بيكون بالغسالة أو الحرارة العالية عشان توسع المسامات وتتغلغل فيها الرغوة طبعاً بينما بالإيكوبابل التكنولوجي بهذه المضخة هزت للرغوة ودخلتها مباشرة بالملابس عشان تطيني أفضل تنظيف بدرجات حرارة الباردة هاي براءة اختراع لا سامسونج؟ طبعاً هاي مضخة موجودة أسفل الحوض ووظيفتها اللي ذكرتوا هي براءة اختراع على سامسونج وموجودة على أغلب غسالاتنا حلو وطبعاً ما ننسى الهيجيني ستيم اللي سامسونج إخدت عليه شهادة من انترتيك فإنها بتعقم مع نسبة 99 بالمية فاصل 9 للجراثيم والفيروسات ومسببات الحساسية للجلد طبعاً هي بتيجي مرحلة من مراحل الغسيل نعم التعقيم بالبخار البخار يطلع من أسفل الحوض الأعلى يغمر الحوض كامل بالبخار بعدين يستقنف عملية الغسيل اللي هي متعرفة عليها طبعاً فيه شغلة جداً مهمة طبعاً نفسي أفوت أتحبم فيها الغسيل دلال غير شكل طبعاً فيه شكل مهمة لازم تعرفوا عنها كمان هلا هاي الفئة برضو تندرج تحت مسمى الكويك درايف كويك درايف الغسيل السريع هلا تم تزويد هاي الغسالة بمرش إضافي موجهة بطريقة علمية إنه ينزل لي برنامج الغسيل خمسين بالمئة من الوقت يعني برنامج الساعتين صار بساعة حلو وبالتالي توفير كهرباء بتوفير كهرباء بتوفير كهرباء ونفس الكفاءة بالغسيل أنا بحكي لك إنه مش بنزل الوقت معناته بدي أثر عليك والتي تبع الغسيل لا هلا هاد المرش السريع بيساعد بتشكيل ستار رغوة بحجم أكبر من بس الإيكوبوب اللي حالها عشان يغمر الملابس بشكل أسرع وعملية بح الملابس برضو برجع بشتغل المرش السريع هاد عشان يزيل الصبون أو الديتيرجنت بشكل برضو أسرع حلو فهون وفرنا خمسين بالمئة من برنامج الغسيل كوقت حلو وبتهيئة لي هذا بفرق عند الكل إنه الوقت هي بالمئة طبعا طبعا ويعني لست البيت أكيد الوقت أحياناً مكون مستعجلة صحيح طبعاً من الحكي عن ثلاثة عشرين برنامج ألف وأربعمائة دورة غسالة جداً قوية وفي معلومة كمان بنحب نعيد فيها ونذكر الناس فيها إنه كفالة سامسونج على الغسالات للموتوروت تبعتها تحديداً صارت عشرين سنة عشرين سنة نعم فإحنا بنحكي عن عمر طويل توفير طاقة يعني هذا الإشي لكلنا التريند تبعاً إنه لازم نوفر بالطاقة ودايمومي أكثر بالحياة كاستخدام طيب كل هالتكنولوجي والذكاء الإصطناعي هل ممكن أربطها على الموبايل أو نعم طبعا أكيد هلأ فيه سمارتينز أبليكيشن موجودة هلأ طب بالمناسبة بدي أحلق على التيفي سامسونج تيفي موديلات 2022 كلها صارت بلت إن انترنت أوف تينز من التيفي للغسالة للمكيف للتلاجف كلهم بشبكهم عن طريقة سمارتينز أبليكيشن وبقدر أتحكم فيهم كامل من خلال هذا التطبيق سواء كان من موبايلك أو من شاشتك والأحلى من هيك بتقدر تحول بيتك لبيت دكي من خلال سمارتينز أبليكيشن لأنه هلأ صار في عندك اللي هم السمارت لايتس الأبجرات اللي بتفتح عن طريقة دكاء الصناعي كلهم بتقدر تتحكم فيهم من خلال سمارتينز لأنه سمارتينز هو عبارة عن منصة دكية إلكترونية بتتعامل مع جميع المساعدات بدون أي مشاكل أو عواقب وهذه الغسالة موجودة بمعارض سامسونج نعم موجودة بكل معارضنا ومتوفرة وأنا بفضل دائما أنه الناس دائما بتجفكي لك في قطعة سعرها كذا وفي سعرها أقل بسامسونج موجودة كل الشرايح اللي ممكن أنك أنت كمستخدم شو بدك؟ تمام بالنسبة للمواقعكم يزال الموقع الإلكتروني موجود shop.samsung.com وفي موجودة بمعارض الوكيل وجميع الشركاء اللي بمشتغل معهم موجودة بمتوفر بالسوق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سامسونج جوردن نعم shop.samsung.com وعندكم انستجرام وفيسبوك؟ احنا كل شي عنا كلهم إذن هذول بقدروا يشوفوهم سامسونج جوردن وتتطلعوا على أحدث تقنيات بالغسيل ومنتجات سامسونج شكرا إلك مهندس أستاذ يزان أهلا وسهلا شكرا كثير بنتمنى لكم التوفيق على هاي المنتجات اللي فعلا نفتخر فيها وتقدموها للسوق الأردني للمستهلك الأردني بأحسن كفاءة شكرا جزيلا أهلا وسهلا